والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أعزائي الطلبة اليوم نكمل المحاضرة الثانية لتعليم طرق جديدة وسهلة وبسيطة لحفظ جدول الضرب نقدر نلغي الحفظ لجدول الضرب ونتعلم طريقة ثابتة وهي واحدة فقط لجدول الضرب باوح هاي الطريقة هاي الطريقة تستخدم فقط إذا ضربنا عدد في عدد أي ضرب عدد في عدد ماذا نفعل مثلا عددنا تسعة في ثمانية سبعة في ثمانية تسعة في ستة ستة في ثمانية تسعة في سبعة هاي الأرقام اللي يومانا قسة راح نجي شلون هنطلع ناتج الضرب تسعة في ثمانية ايش راح نقول نقول هاي التسعة بعد الهجد وتصبح 10 بعد الهجد والصير 10 بعد الهد 1 هاي الثمانية بعد الهجد والصير 10 بعد الهدتين راح نجي نضرب واحد فيه 2 ويساويننا 2 وثم نطرح على هاي الطريقة ثمانية ناقص 1 ويساويننا 7 إذن تسعة في ثمانية يساوي تنين وسبعين اللي ما افتهم الأولى راح نتعلم الطريقة الثانية أو العدد الثاني سبعة في ثمانية نقول هاي السبعة بعد الهج قد يصير عشرة 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 هاي الثمانية بعد الهج قد يصير عشرة 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 ويساوينا 6 وثم نطرح بهذه الطريقة شوف 8 ناقص 3 ويساوينا 5 7 في 8 ويساوينا 56 راح نكمل التسعة بعد الأجهد الصير 10 واحد الستة بعد الأجهد الصير 10 أربعة نضرب واحد في أربعة ويساوي أربعة وثم نطرح 6 ناقص واحد ويساوينا 5 إذن تسعة في ستة يساوي أربعة وخمسين انتبه الستة بعد الأجهد الصير 10 أربعة الاثمانية بعد الأجهد الصير 10 أثنين راح نضرب أربعة في تنين ويساوينا ثمانية ثم نطرح 8 ناقص أربعة يساوينا أربعة إذن ستة في ثمانية يساوينا ثمانية وأربعين تسعة في سبعة التسعة بعد الأجهد الصير 10 واحد السبعة بعد الأجهد الصير 10 ثلاثة ثم نضرب واحد في ثلاثة ثلاثة وثم نطرح 7 ناقص واحد يساوينا ستة إذن تسعة في سبعة يساوينا ثلاثة وستين خلي تعلم طريقة أخرى حاصل ضرب عددين في عددين مثلا عندي أربعة عشر أريد أضربها مثلا فيه 12 أربعة عشر فيه 12 راح نجي على الرقم الأول هو رقم العشرات هو واحد أسحب خط واحد رقم الأحد هو اثنين أسحب خطين صار عندي هاي 12 هاي الخطين اثنين وهذا الخط واحد يعني 12 أروح على العدد الثاني رقم الأحد واحد أسحب خط بالتجاه المعاكس عامودي أجي على منع الأربعة أسحب أربع خطوط عامودي واحد اثنين ثلاثة أربعة إش راح أسوي راح أسحب زاوية أو أصنع زاوية بالاتجاه السفلي وأصنع زاوية بالاتجاه العلوي وأعوف الوسط أجي أحسب نقاط التقاطع واحد أحسبوا إياه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أحسب الوسط ما في الزاوية شوف هذا الوسط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أجي أحسب الزاوية الأخرى هاي نقطة التقاطحية واحد إذن أصبح الناتج مية وثمانية وستين إذن أربعة عشر في اطنعش مية وثمانية وشكت؟ ستين أعطيك ميزان آخر ميزان الثاني عندي أربعة عشر في ستة عشر تعلمنا ناخذ رقم العشرات واحد نسحب خط واحد رقم الأحاد هو ستة نسحب ستة خطوط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هاي الستة بمعنى رقم الأحاد وهذا الواحد يلي يمثل رقم العشرات يعني ستة عشر نجعل رقم الثاني رقم العشرات واحد هنزل خط باتجاه العامودي باتجاه الأول باوي عاموديا هذا الواحد أما الأربعة هنزل أربعة خطوط واحد اثنين ثلاثة أربعة هسش راح أسوي راح أصنع زاوية بالمنطقة السفلة وأصنع زاوية بالمنطقة العليا وأجي أحسب نقاط التقاطر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعش اثنعش تلاتعش أرباطعش أخمستعش ستعش أسباطعش منطعش تساطعش عشرين واحد وعشرين نين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين أربعة بليد اثنين أربعة بليد اثنين ما أخلي الأربعة وعشرين كلها أربعة بليد اثنين أجي أحسب المنطقة الأخرى هي المنطقة الوسطى نقاط التقاطع واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مانية تسعة عشرة عندي بليد اتنين اتنعش اتنين بليد واحد اجه احسب المنطقة الاخرى نقاط التقاطع اش قد عندي واحد عندي واحد بليد صار عندي اتنين اذا الناتج ميتين واربعة وعشرين اذا اربعة عشر في ستة عشر يساوينا ميتين واربعة وعشرين اخذ بحث طرق اخرى شوف هاي الفكرة اي عدد في دعش اي عدد اذا اضربه في دعش اش راح اسوي هنزل نفس العدد وثم اجمع اجمع العدد ويوضع وين في منتصف العددين ركزوا يا اي هنا مثلا عنده ثمنطعش في دعش اول ما نزل العدد هو ثمنطعش اترك فراغ بالوسط على موجة جمع مالهم رح يكون وين في المنتصف رح يكون تسعة هنزل الثمنطعش اترك فراغ اجمع ثمانية وين الواحد اش قد تسعة رح يكون في منتصف العددين يصبح الناتج مية وثمانية وتسعين اخذ وحدة ثانية مثلا ستة وعشرين في دعش هنزل العدد الستة وعشرين واترك فراغ بالوسط على موجة جمع مالهم يكون هو البلوسط ستة زاهد اثنين مانية ويصبح الناتج ستة وعشرين في دعش ميتين وستة وثمانين اخذ وحدة ثانية مثلا انت ستة وسبعين في دعش انزل الستة وسبعين ركزوا يا ايهنان علي التركيز هنا انزل الستة وسبعين اجمع ستة مع السبعة تلتعش هاي تلتعش ممكن اخليها بالوسط اخلي تلتعش اخلي تلاتة باليد واحد الواحد ينضاف على السبعة يصبح عندي ثمانمية وستة وثلاثين شوف مثلا عندي خمسة وستين في دعش انزل الخمسة وستين اترك فراغ بالنص اجمع خمسة وستة دعش اقول واحد باليد واحد الستة رح تصبح جغل سبعة يصبح النات السبعمية وشغل وخمسة عشر واخر الطريقة راح اضطك ياها على مول انكمل بالمحاضرات الاخرى باو عليه اي عددين اذا ضرب عدد في نفسه على شرط احاده خمسة اي عدد اذا اضرب في نفسه على شرط يكون الاحاجزة خمسة موحي الفكرة الجميلة مثلا عندي خمسة وثلاثين في خمسة وثلاثين اضرب خمسة في خمسة خمسة وعشرين انا ازلها بدون بليد اما رقم العشرات اللي هو الثلاثة اضربه في رقم يزيد عننا بواحد هي الثلاثة الرقم اللي يزيد عننا بواحد هو منه اربعة اضرب الثلاثة في اربعة رح يصير اطنعاش اذا خمسة وثلاثين في خمسة وثلاثين الفمائتين وخمسة وعشرين اخذ وحدة ثانية خمسة وسبعين في خمسة وسبعين خمسة في خمسة خمسة وعشرين سبعة اللي يضربها في رقم يزيد عنها ببيش بواحد هي ثمانية سبعة في ثمانية ستة وخمسين يصبح الناتج خمسة وسبعين في خمسة وسبعين خمسة الاف ستمية وزقاد خمسة وعشرين اكتفي لي هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته